مرحبا عزائي راح افيكم مجددا ع بيروت فرايجرانس باشن كل شخص جديد عالقنات بتمنى يعمل سابسكرايب. موضوع حلقتنا اليوم راح تكون عن عطر من شركة امواج. عطر صيفي من شركة امواج. والعطر اسمه امواج بيتش هات مان. اه هيدا العطر من نوع الودي اروماتيك. تم مصدره عام الفان وسبعتاش. العطارة هي اليس بنا وتركيزه بيجي اود بارفين. واكيد ببداية الحلقة بدي وجه تحية كبيرة وشكر كبير لاخي وصديقي ميناس من السواد. اللي هو عم بيبعث لي تقسمات لعطور النيش مشان اعمل له مراجعات. من السواد عالبنان عم بيبعث لي هون بوجه له تحية وشكر كبير. اه قلنا ازا امواج بيتش هات مان. بيتش هات شو بتاعني بيت الكوخ الموجود على البحر. هيدا طبع هيدا جو العطر بتقوى الكوخ اللي بتلقوه موجود على البحر هيك على جنب البحر او فوق يعني الطبيعة الموجودة فوق البحر هيك فيه كوخ بتنزلوا هيك الطريق بتصلوا على شط البحر بكون البحر بكون تحت تحت كون. هييدا طبع العطر هيدا اسم العطر. آآ العطر تجرب هيك رشة صغيرة. العطر فيه اقول جرين مع انه بقول يعني ما فيه نوتات ما لقيت هالنوتات المائية ما النوتات اكواتيك ابدا. هو العطر بيعكس الطبيعة المحيطة بالبحر. مش البحر بحد زيته هي الطبيعة الجو المحيط بالبحر. عنا النعنع نوتة النعنع القلبانوم براعم زهر البرتقال. عنا الايفي اللي هي نوع من النبات اللي بيمشي على الحيطان. بيعطي هيك طابعة جرين بالعطر. عنا نجيل الهند الفتيفر. عنا الطحلب. مش طحلب سنديان. نوع تاني من الطحالب اللي بتلقوها ع الصخور عالشجر بس مش السنديان. آآ عنا المر والباتشولي. فهيدا العطر متل ما لاحظته منو اكواتيك. منو عطر منو نوتات مائية. بتحسوه جرين. عطر آآ خشبة وجرين يعني فيه نوتات الاروماتيك العشاب اللي بتعطي ريحة ااروماتيك. آآ هيدا العطر بذكرني بعطر من دار جاك بوجرد اللي هو ايضا العطر هيك بذكرني فيه تذكير ما انو بديل لالو او شبيه لالو. ما فيني اقول انو انو هو بديل لامواج او شبيه او لا بس انو هيك بذكرني فيه. آآ بس اكيد مع فرق شاسع بالجودة يعني اكيد. هوني عم تاخدوا بكونات آآ رائعة جودة عالية. هوني بتحسوه انو آآ جودة بس انو الجو بذكرني بهذا العطر بسطا بالافتتاحية هيك هيك الطابع الكريمي شوية اللي فيه بذكرني بهذا العطر. اوكي. آآ جميل جدا. آآ ريحة الطبيعة لتلكم الطبيعة المحيطة آآ بالبحر. الكوخ. ايضا الكوخ. الجنب البحر اللي هو من خشب. والسقف طبعه من آآ من آآ غصون النخيل او البالمز. المعمول هيك بتحسوه هيدا النوع مثل القش. بس بيشيلو الغصون طبع شجر النخيل او طبع شجر جوز الهند او شي هول بحطوهن بيعملو فيون سقف هيدا الكوخ. هو كله خشب و بتحسو هيك فيه مثلا آآ هيدا الدولاب طبع السفينة اللي بيسوقوا فيه السفينة. آآ بتحسو هيك فيه رسمة يعطر او هيدا 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 الكوخ اللي تقوع على شط البحر. آآ هيدا جو العطر. حلو كتير العطر. انا حبايته كتير. من العطور اللي حبايته لانه آآ عطر جرين. اوكي. آآ وفيه نجيل الهند وفيه نوتة المر حلوة كتير. بحلب هيدا. العطر هيدا يتميزوا فيها امواج نوتة المر. آآ بصير وسط الفواحين. آآ وبيبقى تاخدوا منه نفحات طول ما العطر يعني هاتمان تسع ساعات العطر بيكون موجود عليكم بضلوا تاخدوا منه نفحات. بس اول ساعتان الفواحين يكون قدامكم ووراكم حواليكم يعني كيف ما كل اللي حواليكم رح يشموا آآ العطر خاصة اول ساعتين او كتير الفواحين. الفصول آآ افضل فصلان لهذا العطر الربيع والصيف. آآ بالنسبة للاطرقات ما اخدت اطرقات هيك بشكل مباشر بس الانطباع حولي كان جيد جدا واجابي. آآ سألت عن العطر بس انه ما اخدت اطرق آآ هيك مباشر آآ متل ما بياخد بغير عطور بس ما عندي مشكلة مش هيدا المهم. مهم انه آآ العطر جميل جدا يعني آآ من العطور اللي حبايتها بالامواج بعد اسطيل العطور انا بحبه. نصل على الوجع مطرح ما الوجع اقوى شي بيكون هو السعر سعر عطور امواج يعني آآ اقل شي ميتان وخمسين دولار بتلاقوا هالا ازا عما ازا بوقت معمولة بتلاقوه بميتان وخمسين دولار سعره الطبيعة تلاتمية تلاتمية وعشرين تلاتمية وخمسة وعشرين دولار بتلاقوه يعني بين الميتان وخمسين وتلاتمية دولار فينا نقول يعني السعر موجع جدا آآ 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 هيدا آآ عطر بدو يشتر هيك عطور بدو يكون آآ ما عنديا ما عنديو آآ ما بعرف انو عطر بديل لقلو من العطور الاماراتية او الديزاينرز ما قلتلكم بس ذكرني هيك باحد جوانبو آآ بوجارد ستوري جرين تذكير ما انو بديل لقلو ما فيه اعتبر انو هول عطرين بقين بودلاء لبعضن او هيدا كلون لهيدا او شي لا بس انو هيك ذكرني فيه بس ما بعرف ما آآ عطر متميز يعني ما ما شمات شي هيك بعد متل هيدا آآ العطر يعني فيه اعتبره متميز وما بيشبه آآ اي عطر من الموجودين عندي الالف العطر الموجودين عندي آآ ما بيشبه ولا واحد منهم او فيه كون بديل لقلو آآ هيدا هو ازا اعزائي امواج بيتش هات الكوخ عالبحر يعني هيدا كتذكروا هيدا المنظر خلوه براسكن وهيدا جو العطر بتمنى اعزائيكم اعجبكم الفيديو ما تنسوا تتابعوني تعملوا سبسكرايب ونشوفكم فيديوهات جديدة مجددا شكر كبير لاخي وصديقي ميناس من السويد